وشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع مذكرة تفاهم بين الهائة العامة الاتثمار والمناطق الحرة وشركة استيلانتس العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات وذلك لتوسيع نطاق التعاون قائم بين الحكومة المصرية والشركة في مجال تصنيع السيارات كما تأتي المذكرة للدراسة قيام الشركة العالمية بدخل استثمارات إضافية وزيادة الطاقة الإنتاجية في مصانع الشركة العربية الأمريكية للسيارات والتي تمثل نموذجا ناجحا لتكامل الاستثمار الصناعي الوطني والأجنبي منذ أكثر من 45 عاما